السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم انتم تشاهدوا الفيديو تكونوا بصحة جيدة وبأحسن الأحوال مرحبا بكم في القناة ديالكم نبدو هذه الوصفة بصلاة على الرسول الله وسلم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء الوصفة ديال اليومه سهلة بزاف عندي فيها هنا جوج ديال المكونين سهلين سهلين عندي هنا جوج معالق ديال الروز حب هذا لو كان عندكم الروز الأبيض تكون غني بالنجا هنا ضرد جوج معالق ديال الروز لنضيف لهم كاز ديال الماء مع مرش باش هكا نحصل على النجا ديالş وغади ظنخليه غلي على نار مهيلة سنخذ جوج معالق صغار ديال زريعت الكتان وغادي نضيف لهم نص سكاز ديال الماء وغادي نخليه يغلي حد İs medicina على نار مهيلة حتى نتحصل على جيل ديالło هو يان جيل ديالو فقط هنا هي هي على نار مهيلة مدة خمسات ديالتقايق تغلي على نار مهيلة والروز يجعله اول من هذا المطابق هذا هو الرز والرز والشارب يجعله 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 و يجعله و يجعله هذا هو جيل بعد أن يوجد بحضنه 5 دقيقة على النار مهيلة لكي تحصل على الجل وضروري نجعلها حتى تبرد ها هي البنت سوف نصفيها وهذا سوف نتحن ومن بعد سوف نتحن ونصفيه فقط لكريم اللي بغينا سوف نتحنته وهذا سوف نتحن طريقة التحن السياسة لبنت نجلب واحد ليبة نستعمله هاش تكون مصبنا بطبيعة الحال ودك الساعة نصفيه فيها باش نتحصله فقط على الجل يلا بسم الله كارطو بيدي ناولا بالمعالقة باش ما كان نتحصله على هذا الجل كله ما نضيعه في والو بسم الله بسم الله سوف نعصرها جيدا نخرجه قاعدك الجل اللي محتاجين نفس الشيء ثاني غنضيره الى الروز بسم الله علشك نضيره بحلقة باش نحصل غير على ديك الكريم دياله نبغيناش ديك الحبيبة ديال الروز يبقى بسم الله هنا هي الجل اللي خرجنا من زرعة الكتن ها هو البنتس خاطر وهنا انا ذاك الروز اللي طحناه وعسطرناه هذا الشيفون اللي وريتكم ولا ليبا خرجنا من نغير الكريم ها هي دفعا غديمش نضيره على وجه ديالي انا اخد القياس اللي غي قدني وجهي بسم الله وجمع القط ديال الكريم ديال الروز هادا غدي نخبعون هاد نديرو فتلاجة ونستعملو يوميا هنا عمدي الكريم او لاداك الجل ديال زرعة ديال الكتن ناخد منو معلقة بسم الله وحتى هادا غدي نخبع فتلاجة ونستعملو المدة ديال الاسبوع هاد البجوك نستعملو المدة ديال الاسبوع بسم الله خلط مكونات هنا غديد دفله فيتامين ا فيتامين ا كابسولة اللي ما عندوش فيتامين ا يمكنه يستعمل زيت اللوز الحلو معلقة صغيرة شوفوها بنفس خطيرات تغدي البشرة تحارب تجاعد تحيط تسبو غد البشرة اغزالة بزف يلا انا غاد نتلقى معاكم باش ندير علي الوجه ديالي الوجه ديالي انا راني دير لي واحد القوماج يعني محيدة لي كاعد الجلد الميت الماكياج الزويد محيدة كل شي ودرت له القوماج قشرتو حكيتو مزيان البشرة ديالوجه ديالي اللي بلت نقية عدرت هاد الوصفة هادي باش تشرب مزيان الوصفة وتعطيني نتيجة اغزالة بزف نتيجة هائلة بازن الله الطريقة كنبدو من التحت وانحنا غادين وكان نركزوا البلايس اللي عنا فيهم تجاعد البلايس اللي بغينا نفتحه فين عنا البقعة الداكنة اكترية كتكون عنا يعني تحت العين تكون عنا تكماج جبهة ديالنا حدا جواه ديال الفم وصفيم اللي كنكمل الوصفة كندير واحد المساج مدة ديال خمسة دقايق وانا كندير واحد المساج ومن اللي كنزالي كنخلي الوصفة تكرم على الوجهة ديالي حتى تنشف يعني حتى تقارطت المدة هي نص ساعة نص ساعة وعلى الوجهة ديالي حتى ينشف تماما كل ما خليتها اكتر غالي تستفد البشرة ديالي كتر وكتر خليها نص ساعة ومن بعد نغسله بالماء البارد وكرر كنغسله بالماء البارد وصافيو كننشف بفوتا فقط ماشي كننملي كنمسح وجي مكان جرش فقط كننشف غير من الفوق يعني نحاول انانيك نراعي البشرة الحساسة بالنسبة للخلطة او للماسك نديروه ثلاثة ديال المرات في الأسبوع ثلاثة ديال المرات في الأسبوع لمدة ديال العشر ايام بإذن الله غادي تدير تشوفي النتيجة في الوجهة ديالك تشوفي الوجهة ديالك تصفى التاجة عيدة بدوك يقلاله غير تبعاد الخطوات اللي انا كنعمل وبإذن الله بإذن الله غادي يعجبك بزف هيوليو عندك الخدود من فوقين آآ التاجة عيدة بدوك ينقصه وبإذن الله البشرة ديالك غادي تصفى وغادي يولي لوين زوين بزف يلا البلدة غادي نخلي لكم الفيديو شرح نفسه بنفسه آآ بلا ما نتكلم بلا اي شيء الصورة واضحة هنخليكم الى فيديو قادم بإذن الرحمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة